مساء الخير أول رد من ياسمين عز بعد الهجوم عليها والبلغات اللي تقدمت ضدها صادر بيان النهاردة بنقابة الإعلاميين باستدعاء ياسمين عز للتحقيق والبيان ده بيقول استدعاء ياسمين عز للتحقيق معها في مخالفتها المهنية والقانونية واللي أصدر القرار ده طارق سعادة نقاب الإعلاميين واللي قال فيه أحالة ياسمين عز مقدمة برنامج آخر كلام لقناة MBC مصر للتحقيق معها فيما هو منسوب إليها من مخالفات مهنية وقانونية ونقيب الإعلاميين قال إن القرار ده نزل على توصيات المرصد الإعلامي اتبع للنقابة ده غير الشكاوى الكتير اللي جات للنقابة من جهات كتيرة جدا والتحقيق مع ياسمين عز لمخالفتها المهنية والقانونية وده كان استدعاء رسمي من نقابة الإعلاميين لياسمين عز طب نيجي هنا للرد ياسمين عز على الهجوم اللي حصل عليها في الفترة اللي فاتت دي كلها وبصراحة برضو كان رد ينقط بس يا لحق إنها تدفع عن نفسها واللي قالت اللي مش عاجبه البرنامج ما يتفرجش فيه برامج تانية زي برنامج عمر أديب ممكن تتفرجوا عليه وقالت كمان هو عشان أنا بقول احترم جوزك يبقى أنا كده وحشة وقالت كمان لما قوموك على الراجل ويسخنوك عليه يبقى كده رز بلبن وقالت إن محتوى البرنامج هو احترام كيان الأسرة والقضاء على الندية بين الزجين وإنها عايزة ترسخ المحبة ما بين الزجين وإنها شكرت المحاميين اللي وقفوا جنبها واللي هيدفع عنها وقالت أنا بشكرهم من كل قل لإن كان فيه أسطول من المحاميين وإنها تخضت لما شافتهم وقالت مع إن أنا مش في موقف دفاع والاستفزاز في الموضوع ده بقى مش الكلام اللي قالته ده كله لا الاستفزاز إن يا رجعي تاني وتدينا نصايح تاني للرجالة قعدت تقول فراحي جوزك الغلبان ده بيفرح بقى قل كلمة وعملوله وردة ودي بتبقى مكافئة آخر الأسبوع تجيبي كراسة رسم وقلم وتعملي سبع دوائر وفي كل دايرة بتكتبي صفة من صفات جوزك العظيمة اللي ما بتتعدش زي كريم حبوب طيوب الكلام ده يعني وفي آخر السبع دوائر دول تعملي كده صاق زي صاق الوردة وفي آخره سهم وعند السهم ده بقى تكتبي إيه زوجي المثالي الخيالي ما بين قصين أوه تنسوا وما تنسيش تمضي على الورقة دي وتكتبي جاي زد الزوجي المثالي اللي حلمت بيه في خيالي ما شاء الله عليك يا ياسمين بتقولي شعر ونسيت وقلوكو طبعا إن ياسمين قعدت تفخم في رحة الزوج اللي سبحان الله ربنا خلقه كده رحته قرنفل ظهرة الليفندر ماشي على الأرض هي ما تعرفش نفير الجالة ممكن ما تستحماش إسبوعه بحالو لأ ومش كده وبس ده كمان انتقدت شاكيرة على أغنيتها الأخيرة دي بتقول لها عيب تلقها على بكيه في أغنيتك الجديدة وبتقول لها كمان إن النهايات أخلاق وبتقول لها كمان انت صوتك عالي يا شاكيرة وبكيه ما استحملش السود ده وقالت لها إيه يعني يا شاكيرة لما تدي جوزك إرشين ما انت معاك فلوس كتير أنا مش عارفة على أساس إيه بتقول لها الجلام ده على أساس نوعه كان بيسيب لها مصروف بيت مثلا وده كان آخر ظهور وأول رد من ياسمين عز على اللي حصل عليها في الفترة الأخيرة والهجوم الشديد اللي تعرضت له وبرده ده كان آخر الفيديو معايا النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الاشتراك في القناة تفعيل جرس التنبيهات مع السلام